اليوم السلام عليكم اليوم كنت بتكلم عن عن في خطب الجمعة النهاردة عن تربية الاولاد في الاسلام وخصوصا في المجتمع الغربي اللي احنا عاشين فيه ده وقلت ان المجتمع الغرب ده يعني مجتمع غريب شوية واولادنا يعني بيشوفوا حاجات غير المعتقد بتاعنا وغير الكالتشر طبعيتنا فالس فلذلك البيت مهم جدا بالنسبة للتربية بالنسبة لتربية الاولاد ونشقة الاولاد في الاسلام وكذلك المسجد ولهم الاتنين دور مهم جدا مع بعض لان طبعا العتق الاول والمسئولية الاولى في تربية الاولاد بتقع على الوالدين ايوة والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده وكلكم مسئول وكلكم مسئول عن رعياته فالرجل في اهل بيته مسئول وهو مسئول عن رعياته والمرأة في بيتي زوجها مسئولة وهي مسئولة عن رعياتها فالراجل زي امبريلا يعني امبريلا كبيرة كده يعني مظلة كبيرة الزوجة تحتها والاولاد والزوجة كمان ما ظل الأولاد تحتها وكمان المرأة تاخد بالها من جزء تمام؟ حقوق الزوج انت بتشتغلي ليه حقوق انت مش عارف ايه ليه حقوق وإلا حيرروح يبص الوحدة تاني خلي بالك عمليها مش سيبة كده ايه احنا عارفين بعض في عند الحقوق الواجبات مفيش لعب خاصة مع الرجال بقولك من الآخر فخر من الآخر يعني بس ده مش موضوع موضوع النهاردة موضوع الأولاد الصغار فالتربية مش بس أنا ولدت ولد أو بنت اسميهم واسمي حلو والوعدة لبسه طائية والبيتة لبسه حجاب وخلاص انتهت القصة لا والله فيه منقبات والأسف الشيط بعملوا حاجات حرامة التربية هنا التربية هنا مهم جدا مهم جدا نفهموها دي مهنة هنا مهم جدا دي واحدة التانية لازم نهتم بالأولاد في عدة جوانب مهمة جدا نهتم فيهم منهم الجانب الديني طبعا ده مهم جدا الجانب الديني ان احنا من البداية نعلم من الأولاد وهم صغار رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع لما الولد أو البنت يجوا سبع سنين نعرفهم الصلاة والوضوء والحاجات ده كلها والصوم برضو كل حاجة ايه حتى شوية شوية كده نعملهم حاجة اسمها نعودهم ندربهم في التلت سنين دول بعد تلت سنين تدريب ما بوظنش الأولاد الصغار دول ولسه على الفطرة لما ندربهم تلت سنين على الصلاة والمهم متعلق بربنا سبحانه وتعالى والصلاة والمسجد وكده مش هيسيبه الصلاة أبدا ولكن احنا للأسف الشديد بنضيع أولادنا وبنأكلهم ونشربهم وكده المهم الجانب الديني مهم جدا جدا نعلم الأولاد من ربنا اللي خلقنا وأطعمنا وسقانا وشفانا وهدانا وربانا وربنا ده هو اللي خلق السماء والأرض وجاب لنا كل حاجة وحايتنا في ايده وموتنا في ايده وحايتنا في الاخرة في ايده فنبدأ نقول للعيال ربنا ده رحيم ده جميل ده ودود ربنا كريم ربنا رحيم ربنا رقوف ونحبب الأولاد في ربنا كده ونحبب الأولاد في ربنا كده ونحبب الأولاد في ربنا كده ونحبب الأولاد في رسول نكلم عنه رسول كيف ضحة للدين وكده والصحابة والعقيدة والفقه شوية يعني هي نبدأ شوية شوية كده طبعاً الجانب الكبير على الشيخ الجامع والإمام هو اللي يعلم الحاجات دي بس الأسرة هي بتعلم على الأقل أركان الإسلام والحاجات الأساسية للأطفال يتعلموها مهم جداً جداً الأمور دي طيب دي واحدة نعلمهم شو عن الصحابة الجانب الديني ده جانب الجانب الأخلاقي مهم جداً برضا أيوة في معنى الحديث الوصول على السلام قال مناحي لوالدون ولداً يعني أفضل من حسن الخلق ده حديث مناحي لوالدون ولداً أفضل من حسن الخلق أفضل من حسن الخلق يعني تعلمي ولادك الأخلاق الصدق الأمانة التواضع الرحمة المحبة كل الأمور دو كلها كذبة حرام ما تجذبش تقول لابنك ما تجذبش ما تشربش سجارة تقول لابنك شرب السجار حرام ما شربش حشيش تقول لابنك مش عارف إيه انت بتصليش تقول لابنك دروح صلي يا أدلح صدرمك يا ابن ولا يا ولا إذا أنت لازم تكون قدوة الأب والأم لازم الاتنين يكونوا قدوة صالحة بدون كلام من أولادها يقل يدوكم المهم جداً بسمها الرول ماضل القدوة مهم جداً التربية بالقدوة ما تبقاش بتجذب وتقول لابنك وعاد تجذب واضح صدر أولا يبقى انت بتصليش لابنك عاد تصلي يا أدلح صليت أولا والحشيش وجوزة وانت عايز يطلع ابنك يطلع طيار يعنيه هيتلع طيار هيتلع دكتور يعنيه الله المستعاد إيه المهم والله شفنا ناس كده ولادهم طلعوا المهم هي الهدامة ربنا بس برضو دي حالات شز المهم انت تربي بالقدوة الحسنة تربي بالقدوة الحسنة مهم جداً الجانب الأخلاقي مهم جانب الأخلاقي والله يا العظيم رسولك كده ايه والله يا العظيم تربية الأولاد حسن خلق ده أحسن من الفلوس وأحسن من العربيات وأحسن من البيوت وأحسن من العمارات وأحسن من سيفينج أكاونت اللي في الحساب اللي في البنك وأحسن من أراضي وأحسن من أي حاجة حسن الخلق أفضل حاجة تعلمها لابنك ما نحلة والدون ولدا نحلة يعني هدية أفضل هدية تدقى لابنك تعلم حسن الخلق أحسن من الفلوس والدنيا كلها والدنيا وما فيها تمام؟ ده حاجة يبقى عرفنا الجانب الدين والجانب الأخلاق نيجي للجانب العاطفي مهم جدا ما تبقاش راجل كده ديفيش 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 الصحابة جاي من الصحراء للرسول عليه الصلاة والسلام بقول له يا رسول الله انت بتقبل الرسول بيقبل حسن الحسين ده أنا عندي عاشرة من الأولاد ما قبلتوا منهم أحدا وجاي بيسأل للرسول عليه الصلاة والسلام من هو يكون قائد وليدر يعني يبقى قائد يعني يحكم الناس فالرسول قال له أوأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك هي أوأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك إزاي حتكون انت ليدر وقائد للمسلمين ورئيس الناس وبتحكم في الناس يا حضرة العمدي وانت بفيش قلبك رحمة الولادك ده انت حتتبع الناس ده بحزين الحجيك لا يا حبيب جانب العاطفي المهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم رقيق وهو القائد والرسول والمبلغ والداعية وكان يعني والأب وكان سبحان الله وكان يجدوا أنا الطفل الصغير كده يقول له ما فعل أنه غيره يا أبا عمير عملت يا أد بالطفل بالعصفور بتاعك أول ما فعل أنه غير العصفور صغير ده يا أبا عمير وكان يكنيه هو طفل أبا عمير كون يا من الإسلام وكنت يكني أولادك حتى هم أطفال يا أم خالد يا أبا عمير شايفين فما فعل أنه غير يا أبا عمير كان الرسول صحسام رقيق حسن الحسين ركبه رضي الله عنهما على ظهري هو يعني يصلي وكان يقبلهم وكانوا اللي يتسبقوا قدامه واللي يحضن اللي يسبق وكذا هو ده الرسول في أهل بيته عليه الصلاة والسلام أما تلاقي نفسك العيال بتجري منك وبتهرب لما بتخش البيت بقى أنت إنسان أبا فاشل يبقى أنت أم فاشلة بتلاقي العلي حبوك ويحضنوك ويغطوك وانت نايم فيه فرق من أن أكون أحط قوانين وفيه فرق أن أنا أبقى رحيم ونيس مع الأولاد وأتعامل معهم برفق الحمد لله طيب ده الجانب العطيفي مهم ليه اللي إن الجانب العطيفي ده بيعزز في الأولاد العقيدة والأيدنتي بتاعتهم كمسلمين ليه هيبقى منفتحين معاك وحيبقى فيه كوميونيكيشن هيبقى فيه تواصل والبنت بقى مع أمها فهتواصل بقى بعدما تروح لصحبتها الضلها أو الأم نفسها تروح لصحبتها الضلها ما فيه انفتاح كده وتواصل وهتو خود تمام إنما طب الصلي من طرف عينك كده مش هينفع لا 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 صحب بنتك وأنت يا عم صاحب ابنك يا عم هيقول لك كل حاجة بعدما يقول صحبه وضله لا خليه يقول لك وريحه وخليك صحبه آه كبير ابنك خويه قال إيه لعبه سبعا وقدبه سبعا وصاحبه سبعا سيد نعلق لك تمام طيب نجل للجانب الأخير في التربية الجانب الجسدي مهم يعني قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل السباحة آه رياضة عشان الجسم القوي حيبقى فيه عقل قوي هنا جسم القوي ده يحمل العقل القوي فيش انهزامية والرماية وركوب الخيل علم الولد يبقى عنده قوة كده والطاقة بتاعته يطلعها في حاجة حلوة عشان الجانب النفسي يكون موازي للجانب البدني أو الجسدي وأسأل الله أن يعيدنا كلنا على تربية أولادنا تربية صراحة ما تهملوش الأولاد لأن لو العمر تقدم مش هينفع هتبقى صعب أو تغير ابنا غيرهم دلوقتي علمهم دلوقتي زيطينا أو العجينة اللي تقدر تشكل سلام عليكم مشور الفيديو ده مهم جدا مشوروه علموا الناس ترجمة نانسي قنقر